استصلاح الزراعي يعني احنا كلنا كنا بنشاهد سيد رئيس ومسألة الاستصلاح للزراعي المليون ونصف المليون وحضوره لمشروعات كبيرة زي دي قدقينا فعنا كمان في وقت كورونا مظبوط يعني احنا اشتغلنا عليه بشكل مبكر ما كناش عارفين ان فيه كورونا لما جات أزمة كورونا اعتقد هو ده اللي خلانا نصدر الموالح مظبوط وإيه كمان خلينا نرجع تاني من التدعيات ان القياس سالم ما وضعت رؤية وقالت لك احافظ على كيان الدولة بحدودها واحافظ عليها سواء حدودها البحرية او حدودها الاساسية وطبعا لازم يكون المجتمع متكامل ومتركز باركانه قالت نقطة تانية مهمة الاكتفاء الزاتي الاكتفاء الزاتي من المحاصيل الزراعية في خلال انتجية الواحد ونصف مليون فدان وقلنا قال الرئيس يعني كمان ان لازم يكون في عندنا قدرة على التصدير بصي حضرتك كده طبعا يعني الوضع في الوطن العربي بيحصل ايه ان احنا ابتدينا النهاردة نعيد مرة اخرى تصدير المحاصيل الزراعية بتاعتنا غطينا بيها جزء كبير جدا من الوطن العربي بنرسل كل النهاردة المحاصيل الزراعية وصلت لليابان ابتدينا نرجع تاني احنا بقينا اول دولة مصدرة للموالح مزبوط نرجع تاني نكون لنا يد عليا في اسواق كانت بترفض انها تستقبل محاصيل الزراعية احنا اللي ابتدينا نتكلم تاني ان الصوب الزراعية هي اللي بتزيد الحصيلة الانتجية وكانت فكرة الرئيس النهاردة يلا خلينا نطور الوضع الزراعي علشان نزيد الانتجية تخيل حضرتك في السنة ونص اللي فاتوا دول ما حصلش ان فيه منتج زراعي واحد مش موجود تخيل حضرتك في عز الازمة العالم كله بيتكلم على ان اسعار اللحوم سواء اللحوم الحمراء او اللحوم البيضاء بتغلق لا وكان عندهم عدم توفر لسلعة كتير مش كده احنا انهار ده حصل حالا احنا ما كانش عندنا اي حاجة خالص الحمد لله كانت متوفرة بالزيادة والحمد لله متوفرة واتفضل متوفرة احنا عندنا تحدي كبير جدا دايما ان الناس تعرف قيمة المجهود والعمل اللي بتقوم بالدولة لحماية الاكتفاء الزاتي من البترول او من الغاز او من المحاصيل الزراعية والمأكلات